اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في هذا اليوم كان في شخص غامض اسمه دان كوبر دخل الى المطار واشترى تذكرة على متن واحدة من رحلات طيران شركة اسمها نورث ويست ايرلاينز الرجل هذا اشترى تذكرة بقيمة 20 دولار تاخذه من مدينة بورتلند في ولاية اوريغن الى مدينة سياتل في ولاية واشنطن حطوا في بالكم ان السنة كانت 1971 وفي ذاك الوقت كان اي شخص يقدر يشتري تذكرة طيران للرحلات المحلية داخل الدولة بدون بطاقة هوية او تقديم اي مستندات الدل على هويته وايضا كان يقدر ياخذ معاه اي شي على متن الطيارة بدون تفتيش فحتى لو حد كان شال معاه سلاح او قنبلة ما كان راح يواجه اي عوائق في ادخالها للطيارة يعني يفكروا في الموضوع كأنه مثل رحلات الباصات طبعا هنا يتكلم عن الرحلات الداخلية بس ومثل ما قلنا هذه الرحلة كانت من ولاية اوريغن الى ولاية واشنطن رحلة قصيرة المفروض تكون مدتها نصف ساعة في الظروف العادية هذا الرجل الغامض كان اسمه دان كوبر بحسب التذكرة اللي حجزها واللي على الاغلب انه اسم مزيف او مستعار وبعدين راح ينعرف باسم اشهر واللي هو دي بي كوبر ورح نعرف ليش بعد شوي الرجل هذا كان يوصف بانه شخص في منتصف الاربعينات من عمره وكان لابس بدلة عمل سودا وفوقها جاكيت مطر طويل من النوع اللي يوصل للارجل وايضا كان لابس قميص ابيض وحذاء بني وربطة عنق سودا واريدكم تذكرون ربطة العنق في السودا هذه لانه راح نرجع لها بعدين في القصة بخلاف ملابسه كان شال معاه حقيبة سودا وكيس ورقي متوسط الحجم دخل كوبر للطيارة واللي كانت من نوع بوينج 727 وتوجه للجلوس على كرسية اللي كان في الخلف الكرسي رقم 18C قاعد صاحبنا في مكانه وولع زيقارته في ذاك الوقت كان عادي الدخم في الطيارة وطلب من المضيفة شراب يسمونا شراب البربن واللي هو يعني نوع من انواع الكحول الله يبعدنا عنها وجلس على الكرسي يدخن ويشرب شرابه في وضعية الشخص الفخم اللي يتحس لما تشوفه كأنه ما عنده اي هم في الحياة كديه كأنه انسان رايق ومرتاح على الاخر انطلق صوت كابتن الطيارة من خلال السماعات وهو يعلن ان الطيارة راح يطير بعد شوي وفعلا اقلعت الطيارة من المطار على حوالي الساعة ثلاث الظهر كل شي كان قاعد يمشي على الجدول وعلى حسب الخطة الامور كلها كانت مستتبة عشان كوبر ينتقل لحركته التالية تلفت كوبر حوالينا وهو يقيم الوضع الطيارة كان فيها عدد محدود من الركاب كلهم على بعضهم كانوا ستة وثلاثين راكب بالاضافة للمضيفات وطاقم الطيارة كوبر نادى اقرب مضيفة له وعطاها ورقة صغيرة مكتوب عليها ملاحظة المضيفة في البداية حسبت انها قاعد يغازلها او يعطيها رقمة فما اهتمت للورقة وحطتها في جيبها بدون ما تشوفها حتى لما شاف كوبر انها ما اهتمت للورقة راح وقرض منها وهمسلها يا آنسة افضل ان تشوفين الورقة لان عندي قنبلة المضيفة شافت نظرتها الجادة وبيّن الخوف على وجهها فراحت وطلعت الورقة الصغيرة وقرت الملاحظة اللي مكتوبة فيها كان مكتوب في الورقة ان في قنبلة موجودة عندها في الحقيبة وانا يريد المضيفة تجلس جنبها عشان تشوف القنبلة هذه بنفسها وبعدها يخبرها بمطالبة جلست المضيفة جنبها وهي ترتجف وطلع كوبر حقيبته وحطها على حظنة وفتحها كان داخلها في قضبان حمرة مثل قضبان الديناميت وكان فيها اسلاك مرتبطة بعضها كان واضح ان في قنبلة فعلا داخل الحقيبة بعدها كوبر قال للمضيفة انها تكتب مطالبة وتوديها لكابتن الطيارة مطالب كوبر كانت كالتالي واحد ميتين الف دولار في حقيبة ظهر صغيرة على الساعة خمس المساء اثنين شاحنة بترول مستعدة انها تعيد تعبئة الطيارة بمجرد ما تنزل في المطار ثلاثة اربع برشتات او يعني مظلات هبوط خطة كوبر كانت شبه واضحة من المطالب الثلاث هذه اولا طبعا الميتين الف دولار في سنة 1971 تساوي تقريبا مليون وربع في يومنا هذا فلا تعتقدون ان هذا كان مبلغ بسيط بالنسبة لشاحنة البترول كان واضح انه يريد اعادة تعبئة الطيارة بمجرد ما تنزل عشان يخليها تطيربه مرة ثانية لمكان اخر اما المظلات الاربع فاكيد انه يريدها عشان يقفز من الطيارة بس ليش طلب اربع مظلات هذا الطلب راح يخلي الاف بي اي يفكرون انه ممكن يخلي حد من المظيفات او طاقم الطيارة يقفز معاه فهذا راح يمنعهم من انهم يتلاعبون بالمظلات في حالة انه اجبر حد غيره يستخدمها فهذه كانت حركة ذكية منه بعد ما سلم كوبر مطالبة للمظيفة راحت المظيفة عند الكابتن وخبرته بالقصة والكابتن بدوره على طول اتصل بشركة الطيران وبلغهم بالموضوع رجعت المظيفة لكوبر وحصلت على وضعيته قاعد يدخن ويشرب من شراب البربن اللي عنده وفوقها حصلت بعد لابس نظارات شمسية هذه النظارات الشمسية ايضا اشتهرت معاه وصارت مرتبطة فيه بعدين وحتى صارت جزء من السكتش او الرسمة اللي رسموها له ما اعرف ليش فجأة قرر انه يلبس نظارات وهو داخل الطائرة لكن يمكن عشان يخلي شكلك هذا ارهب مما كان عليه ويطلع نفسه واثق بزيادة خبرتها المظيفة انها بلغت مطالبة للكابتن وهو بلغ مطالبة لشركة الطيران والسلطات الامريكية وانهم راح يضلون يطيرون فوق المطار بدون ما يهبطون لحد ما يتم تجهيز المبلغ والمطالب الثانية تقول المظيفة انه من اغرب الاشياء اللي شافتها هي كيف انه كوبر كان هادي ومروق طول الوقت والوضع هذا كله كأنه ما هام منه نهائيا وفعلا يعني مهما كان الواحد مجرم او حرامي متمرس شي صعب انه يكون بهالهدوء اللي توصفه المظيفة لكن واضح انه كوبر كان ادمي من نوع مختلف ما كان متوتر او متنرفز ابدا وفعلا لما وصلت الطيارة لوجهتها ظلت تطير فوق مطار سياتل لفترة كانت السلطات والف بي اي قاعدين يجهزون المطالب اللي طلبها كوبر طبعا المسافرين ما كان عندهم خور بالسالفة نهائيا وحتى الكابتن اعلن لهم انه في مشكلة بسيطة في المطار وراح يتأخرون في الهبوط لفترة غير معلومة طبعا هذا كله عشان ما تصير حالة هلع بين المسافرين الطيارة ظلت تطير لأكثر من ثلاث ساعات فوق المطار لحد ما اخيرا قالت السلطات انهم امنوا مطالب كوبر وان الطيارة ممكن تهبط بعد ما حل المسه من المطار وطلب من الكابتن انه ما يشغل ليتات الطيارة وانه كل اغطية النوافذ تتسكر لانه كان حاسب حسابه ان الاف بي اي ممكن يكونون حاطين قناص وممكن يغتاله عن بعد في اي لحظة لو شافه فكان رجل فعلا ذكي ومتيقظ لاي شي ممكن يصير بعد ما نزلت الطيارة كل مطالبة كانت جاهزة السلطات عطول 200 الف دولار ومضلات الهبوط الاربع وجات شاحنة البترول واعادت تعبئة الطيارة بعد ما اعطوه مطالبة كوبر افرج عن 36 راكب اللي كانوا في الطيارة وما بقى فيها غيره ومعاه طاقم الطيارة بعدها طلب كوبر من الطيار انه يقلع بالطيارة مرة ثانية ويتجه للمكسيك وايضا طلب منه انه يظل على ارتفاع 10 الاف قدم من الارض واللي يعتبر ارتفاع منخفض وايضا طلب منه يطير بسرعة بطيئة طبعا السلطات الامريكية ما خلت الطيارة تطير بروحها في الواقع ارسلوا وراها طيارتين حربيتين من نوع F16 طبعا الطيارتين هذي لكانوا قاعدات يطيرن بشكل المفروض انه غير ملاحظ واللي سهل الموضوع هذا ان الوقت كان مساء والدنيا ظلام وايضا الجو كان ممطر ومغيم فكان صعب انه كوبر يلاحظ الطيارات هذه لكن في كل احوال كوبر كان عارف على الاغلب انه في طيارات قاعدة تلحقهم بعدها تقريبا على الساعة ثمان المساء طلب كوبر من المضيفات انه يروح لقمرة القيادة ويتركنها بروحه في قسم المسافرين انصاعت المضيفات لطلبه وظل كوبر وحيد في قسم المسافرين بعدها بفترة بسيطة لاحظ الكابتن تحذير يخبره ان الباب الخلفي للطيارة انفتح وهذه الطيارة مثل ما قلنا من نوع بوينغ 727 واللي كان بابها الخلفي عبارة عن سلم ينزل على تحت ممكن ينفتح عن طريق اي شخص داخل الطيارة ما كان في الطيارات هذه ذاك المستوى من الحماية في ذاك الوقت لما شاف كابتن الطيارة ان الباب انفتح والضغط تتغير في الطيارة هذا خلاهم يعتقدون ان كوبر نقز من الطيارة وفعلا لما المضيفات رجعن لقسم المسافرين حصلن باب الطيارة مفتوح وكوبر مختفي وراحت معاه القنبلة والفلوس ومظلتين من المظلات اللي كانت موجودة وحدة خلفية وحدة امامية احتياطية وبقت مظلتين من المظلات الاربع في الطيارة المنطقة اللي قفز فوقها كوبر كانت عبارة عن غابة موجودة ما بين مدينة سياتل اللي طارت منها الطيارة ومدينة رينو الموجودة في ولاية نيفادا اللي صار لكوبر بعد ما نقز من الطيارة هو شي اختلف عليه الناس لمدة 50 سنة من وقت الحادثة في سنة 1971 ليومنا هذا لكن الشي الاكيد ان كوبر بعد هاللحظة ما راح ينشاف ابدا مرة ثانية حتى لحظة قفزة من الطيارة ما حد انتبه لها من الطيارات الحربية اللي كانت قاعدة تتبع الطيارة وهذا الشي راجع لان الوقت كان مسه والدنيا ظلام وايضا الطقس كان سيء بمجرد ما نزلت الطيارة في المطار الاف بي اي دخلوا فيها وقلبوها من فوق لتحت وهم يدورون على كوبر او اي شي خصة وهذا طبعا يقصي احتمال ان كوبر كان متخبي في الطيارة بدون ما حد يعرف الاثر الوحيد اللي بقى من كوبر في الطيارة هو ربطة العنق السودة هذي واللي تركها وراه بعد ما نقز من الطيارة ليش ترك ربطة العنق هذي؟ ما في حد يقدر يجزم بالسبب لكن الاعتقاد هو لانها اعاقته وهو يربط المظلات وحقيبة القنبلة وحقيبة الفلوس على جسمه الربطة هذي كان ممكن يكون عليها اثر حمض نووي ممكن يقود لهوية دي بي كوبر لكن في ذاك الوقت ما كان في عندهم تحليل دي اي او حمض نووي فحطوها على جنب في بداية التحقيق لكن بعدين رجعوا لها بعد سنوات لما صار التقنية احدث واكتشفوا فيها اكتشاف راح نتكلم عنه بعدين في المقطع بعدها بدأت عملية تحقيق طويلة وعريضة في القضية هذي من قبل الاف بي اي اول خطوة كانت البحث عن اي اثر لكوبر في الغابة اللي قفز فوقها كانوا يتوقعون ان كوبر على الاغلب ما نجم القفزة هذي لان الظروف اللي قفز فيها كانت ظروف صعبة جدا الدنيا كانت ظلام والجو كان ممطر ومغيم والريح كانت شديدة لكن بعد ايام من البحث ما حصلوا لأي اثر في الغابة لا هو ولا جثة ولا اي شي خصة الرجل اختفى تماما بعدها تم التعميم على شكل كوبر ورسم سكتش لوجهه حسب الوصف اللي قدمته مظيفتين من مظيفات الطيران واعتقد ان هذا السكتش والوصف دقيق جدا لان المظيفات قضن ساعات طويلة معا وتأمنن في ملامحة بشكل جيد جدا المظيفتين تم اخذ وصفهم له بشكل منفصل وعطن وصف مشابه لبعضهم دي بي كوبر كان رجل طوله حوالي 180 سنتيمتر ووزنه حوالي 80 كيلو جرام ووجهه كان يدل على شخص في منتصف الاربعينات وعيونه كان لونها بني صوته كان يعتبر الصوت غليظ بدون لهجة واضحة لكن طريقة كلامه واستخدامه للمصطلحات كانت على ما يبدو ذكية اكيد بعضكم ايضا ممكن يفكر ان كوبر ممكن كان معاه شريك في العملية ساعده قبل او بعد قفزه من الطيارة لكن هذا الاحتمال تم استبعاده من قبل الاف بي آي لان الطيار قال انه هو اللي يختار مسار الطيران بعد ما اقلعوا بالطيارة من مطار سياتل والتجهو الى المكسيك كوبر ما ادخل في الموضوع ولا عطاهم طريق او مسار معين وهذا يدل على انه ما كان عنده حد يساعده او ممكن ينسق معاه لان طريق الطيارة نفسها ما كان معلوم بالضبط ايضا قبل ما يسلمون كوبر لفلوس خذوا كل الارقام التسلسلية اللي مكتوبة على الاوراق النقدية اللي عطوا اياها وكلها كانت اوراق من فئة 20 دولار فطبعا الاف بي آي والبنك اللي اصدر الاوراق هذي عمموا على ارقامها التسلسلية يعني كوبر لو حاول يستخدمها في اي مكان احتمال كبير انه راح يتم التبليغ عنه لكن هذي الفلوس ما حصلوا لها اي اثر الا بعد 9 سنوات من الحادثة في سنة 1980 كان في طفل قاعد يلعب على ضفة النهر وفجأة هو قاعد يحفر في الرمل حصل 3 رزم من الفلوس مدفونة تحت الارض الرزم هذي كانت عبارة عن اوراق نقدية من فئة 20 دولار والمبلغ الاجمالي في الرزم هذي كان حوالي 5800 دولار معظم الاوراق هذي كانت مهترئة وخربانة من الظروف اللي تعرضت لها وبعد ما تم تسليم الفلوس للف بي آي وفحصها من قبلهم اكتشفوا ان ارقامها التسلسلية فعلا تأكد ان الفلوس هذي كانت جزء من الفلوس اللي اخذها دي بي كوبر الولد اللي حصل الفلوس حصلها على ضفة نهر في منطقة اسمها تينا بار الولد كان عمره 8 سنوات وكان طالعوا يا ابوه في رحلة تخييم سريعة لما اتفاجأوا بالاكتشاف هذا طبعا هذي المنطقة اللي حصلوا فيها الفلوس تعتبر بعيدة نسبيا عن المنطقة اللي قفز فوقها دي بي كوبر فبعض الناس كانوا يقولون ان دي بي كوبر هو اللي دفنها بنفسه في المكان هذا لكن النظريات تقول ان على الاغلب هذي الرزم سافرت عن طريق نهر لويس عشان توصل لمنطقة تينا بار اللي حصلوا فيها الفلوس على كل حال راح نتكلم اكثر عن الموضوع هذا قدام في المقطع ومثل ما قلت لكم هذا الاكتشاف صار سنة 1980 يعني بعد 9 سنوات من عملية الاختطاف اللي صارت في سنة 1971 فخلونا الحين نرجع ونشوف الاحداث اللي صارت بعد عملية الاختطاف مباشرة خلال السنة اللي بعدها واللي هي سنة 1972 راح تظهر ادلة ومشتبهين بعدد مهول عن القضية هذي ادلة بالغالب مش ادلة صحيحة بالعكس ادلة مضللة واعتقد ان السبب الرئيس يرجع لانتشار القصة وتداولها بشكل كبير بين الناس كثير من الناس ارسلوا رسائل لعدة مؤسسات على رأسها الف بي اي وعدة صحف ومؤسسات اعلامية يدعون انهم هم دي بي كوبر او انهم يعرفون منه دي بي كوبر فيه اللي ادعى ان كوبر جاره او صديقه وفيه حتى واحد ادعى ان اخوه الف بي اي وصلوا متابعة الادلة في كل انحاء امريكا وخلال الخمس سنوات الاولى من التحقيقات وصل عدد المشتبه فيهم لثمانمية شخص لكن هذه القائمة تقلصت مع الوقت وما بقى غير 24 مشتبه رئيسي التهمة اللي ادتهم فيها كوبر هي الاختطاف الجوي وهذه التهمة تسقط بالتقادم بعد خمس سنوات عشان كذي بعد ما مرت الخمس سنوات الاولى هذه على القضية اجتمعت هيئة محلفين كبرى وعطوا كوبر تهمة تخص الابتزاز واللي هي تهمة ما تنتهي بالزمن في القانون الامريكي عشان تظل القضية هذه مفتوحة يعني لو كوبر نمسك اليوم بعد خمسين سنة من عملية المجنونة راح تتم محاكمته وسجنه طبعا ما تم الامساك بكوبر ليومنا هذا وبالمناسبة هذه قضية الاف بي اي الوحيدة اللي تخص الاختطاف الجوي واللي ظلت ما محلولة ليومنا هذا كل قضايا الاختطاف الجوي في التاريخ الامريكي تم حلها معده هذه القضية ايضا قبل ما هنتكلم عن المتهمين الرئيسيين فيه نقطة تضحك لازم اقولكم اياها وهي ان اسم هذه الرجل لما حجزت اذكرته كان في الواقع دان كوبر وهذا اللي قلت لكم اياه في البداية وفي الواقع ما في حد يعرف من وين بالضبط جات تسمية دي بي كوبر الاحتمال الاكبر انه فيه مكان ما اثناء تحقيقات الاف بي اي فيه حد غلط في اسمه في محظر او تقرير او شي كذا وكتبه دي بي كوبر وهذا الاسم علق معاه واشتهر فيه بدال الاسم الاصلي اللي كان على التذكرة واللي هو دان كوبر طبعا في كل احوال هذا الاسم اسم مستعار الحين خلونا ناخذ نظرة على المتهمين الرئيسيين اللي تم اتهامهم بانهم هم دي بي كوبر خلوا في بالكم انه ولا واحد من هذيلة ثبتت عليهم التهمة فيعني ممكن يكون اي واحد منهم وممكن يكون ولا واحد منهم أريدكم تشاركون تحت في التعليقات وتقولوا لي اذا كنتوا تعتقدون انه واحد من هذيلة المتهمين هو دي بي كوبر نبدأ بالمتهم الاول واللي كان اسمه ريتشارد فلويد مكوي هذا الشخص بينه وبين دي بي كوبر تشابه عجيب خاصة من ناحية الافعال صاحبنا مكوي ايضا اختطف طيارة بتاريخ 7 ابريل سنة 1972 7 ابريل يعني تقريبا بعد اربع شهر من حادثة اختطاف دي بي كوبر والتشابه في العمليتين هذيلة كان تشابه مب طبيعي مكوي يختار نفس نوع الطيارة اللي يختارها دي بي كوبر واللي هي بوينغ 727 ولما طارت الطيارة عطى المضيفة ملاحظة يقول فيها انه عنده قنبلة الفرق البسيط انه طلب 500 الف دولار بدل ما يطلب 200 الف دولار ايضا مكوي طلب اربع مظلات وكان هادي ورائق خلال عملية الاختطاف وفي النهاية مكوي قفز من الطيارة باستخدام مظلة عن طريق الباب الخلفي للطيارة يعني بنفس الطريقة اللي سواها دي بي كوبر بالضبط كل شي كان متشابه لكن الغلطة الكبيرة كانت ان مكوي ما كان حذر مثل كوبر ابدا الحبيب ترك بصماته في كل مكان وحتى ملاحظاته اللي كتبت انتركهم مع المضيفات فيعني كانوا يقدرون يتعرفون على خط كتابته بسهولة عكس دي بي كوبر اللي حرص انه ياخذ معاه كل شي خصة ومن ضمنها الملاحظات والاوراق اللي كتب عليها فيعني على ان العمليتين متشابهات بشكل كبير كان واضح ان مكوي على الاغلب مجرد مقلد وما كان يتمتع بنفس ذكاء وفطنة دي بي كوبر طبعا سبب الاثار اللي تركها وراه كان سهل على الاف بي آي انهم يوصلوا له وفعلا تم اعتقاله بعد يومين بس من عملية الاختطاف لهالدرجة كانت قضيته سهلة وما تتقارن بدي بي كوبر تم الحكم على مكوي بخمسة واربعين سنة في السجن بسبب عملية الاختطاف اللي سواها وكانت فيه اتهامات تقول لنا هو دي بي كوبر وهو نفس اللي يكرر العملية مرة ثانية لكن هذه الاتهامات ما تم اثباتها والاف بي آي في النهاية استبعدوا انه يكون دي بي كوبر لانه من وجهة نظرهم حتى لو كان فيه تشابه ظاهري واضح ما بين العمليتين لكن فيه اختلاف جوهري كبير بينهم وفيه دلاء التشير على انه شبه مستحيل يكونون نفس الشخص اول شي شكل وجه مكوي صح انه ممكن يكون فيه نوع من التشابه مع الوصف اللي وصفته البنظيفات لكن مواصفات الجسدية كانت مختلفة عن دي بي كوبر وايضا في اليوم اللي بعد عملية خطاف دي بي كوبر كان مكوي متواجد مع اهله في ولاية اوتا عشان يحتفل بعيد الشكر وصعب انه خلال يوم حافل مثل هذاك انه يوصل لولاية اوتا لانه المسافة ما بينهم اكثر من 1500 كيلو متر ومستحيل انه كوبر ركب طيارة ثانية بعد ما قفز من طيارته فكل هذه الاشياء خلتهم يستبعدون مكوي كمتهم على انه دي بي كوبر ومثل ما قلنا تم اعتقاله والحكم عليه ب45 سنة في السجن على خلفية العملية اللي سواها لكن ما حاكموا ابدا على قضية دي بي كوبر المفارقة انه بعد اعتقاله قدر ان يهرب من السجن لكن تم قتله بعدها في تبادل اطلاق نار ما بينه وبين الشرطة الحين خلونا نشوف المتهم الرئيسي الثاني هذا الرجل اسمه دوين ويبر الشخص هذا اعترف بنفسه وادعى انه دي بي كوبر لكن على فراش الموت سنة 1995 يعني بعد حوالي 25 سنة من الحادثة زوجته واللي كان اسمها جوي بر تقول لنا في ساعة وفاته دوين قربها منه وقالها عندي سر لازم اخبرتياه انا دان كوبر تقول زوجته انه بعد ما اخبرها بهالشي قبل ما يموت فجأة ذكرت كثير من الدلائل اللي كانت فعلا تأكد على هالشي خلال حياتها معاه على حسب كلامها ان زوجها دوين كان احيانا يتكلم اثناء نومه عن تركه لبصمات على الطيارة كأنه كان خايف من هالشي وايضا كان عنده مشكلة في ركبته وكان يقول انها صارت لبسها بقفزة من طيارة ايضا على ما يبدو انهم حصلوا كتابات وهو كاتبنها على هوامش كتاب يتكلم عن دي بي كوبر في المكتبة ايضا زوجها تقول انه في مرة اخذها لمنطقة تينا بار واللي هي نفس ضفة النهر اللي حصل فيها الطفل رزم الفلوس المدفونة تحت الرمل وهذا الكلام يعني قبل ما يحصلون الرزم هذه واللي هو فعلا شي غريب هل يا ترى كان دافن كل فلوسه هناك ونسى انه يستعيد الرزم الثلاث هذه او ما قدر يحصلها نظرية ممكنة لكن ما في شي يثبتها ايضا الزوجها تقول ان دوين كانت عنده تذكرة قديمة من طيران نورث ويست ايرلاينز واللي هو نفس الطيران اللي يتتبع له الطيارة اللي اختطفها كوبر وما كان في سبب ان دوين تكون عنده تذكرة مثل هذه ايضا دوين كان جندي خدم في الجيش اثناء الحرب العالمية الثانية وكانت عنده خبرة في التعامل مع المظلات والقفز من الطيارات وفوق هذا كان عنده تاريخ اجرامي ومحاولات تزوير وسرقة انسجم من وراها لمدة 6 سنوات وحتى مظهر الخارجي كان شبيه بمظهر دي بي كوبر فيعني كان فيه احتمال فعلا يكون هو الشخص المطلوب وحتى بعد ما مات كان في بعض المحققين من ال FBI كانوا حاطين عينهم عليه ويبحثون في ملفه لكن في النهاية ما قدروا يحصلون دليل قاطع يثبت عليه التهمة خلونا الحين روح للمتهم رقم ثلاثة المتهم هذا اسمه كينث كريستنسن قصة التهامة الغريبة بدأت من اخوه اللي كان اسمه لايل كريستنسن الاخ اللي اسمه لايل شاف وثائقي عن دي بي كوبر في سنة 2003 وبعد ما شاف الوثائقي صار مقتنع ان اخوه الميت كينث هو دي بي كوبر اخوه في الواقع مات في سنة 1994 من مرض السرطان وعلى فراش موته قال له انه عنده سر كبير بس ما يقدر يقول لياه ومات وما خبره بالموضوع طبعا شي مثل هذا لما يقولك يا شخص قاعد يموت اكيد انه راح يضع اكيد انه راح يظل يتردد فراسك لفترة طويلة وهذا اللي صار فعلا مع الاخ لايل ظل اللي قال له اخو كينث يتردد فراسه لحد ما شاف الوثائقي عن دي بي كوبر سنة 2003 وصار مقتنع انه اخوه هو دي بي كوبر وانه هذا هو السر اللي كان ما يقدر يقول لياه طيب شو الدلائل اللي تشير له الشي وليش اخوه كان يعتقد انه هو دي بي كوبر اولا كينث كان يشتغل في نفس شركة الطيران اللي كانت الطيارة تابعة لها واللي هي شركة نورث ويست ايرلاينز طبعا العملية راح تكون اسهل على واحد يشتغل في الشركة ويعرفها ويعرف طياراتها واجراءاتها وجداولها ايضا كينث كان يحب التدخين وشراب البربن مثل دي بي كوبر وفوق هذا اشترى بيت غالي بعد وقت قصير يعني تقريبا عدة اشهر من عملية دي بي كوبر ايضا واحدة من اقوى الدلائل اللي دعمت اتهام كينث هو انهم جابوا صورة له وراووها لوحدة من مضيفات الطيران اللي كانن موجودات في الطيارة مع دي بي كوبر والمضيفة كانت مصدومة من التشابه الكبير بينه وبين كوبر وقالت انه من بين كل المشتبه فيهم اللي انعرضت صورهم عليها هذا الشخص هو اقرب شخص لملامح دي بي كوبر لكنها ايضا اختتمت كلامها وقالت انه صعب عليها تأكد هالشي بشكل قطعي الاف بي اي في النهاية استبعدوا كينث لانه طولة كان اقصر من دي بي كوبر ولو انه ملامحة تشبهها وايضا فوق هذا على ما يبدو انه كينث كان جندي ومحترف في القفز بالمضلات طيب دي بي كوبر قفز بالمضلة من الطيارة معناه انه محترف صح؟ معناه انه هذا المفروض يكون دليل يأكد ما دليل ينفي هذا اللي كانوا يعتقدون الاف بي اي في البداية لكن بعدين الاف بي اي في الواقع غيروا اعتقادهم وصاروا مقتنعين ان دي بي كوبر ما كان محترف ابدا في القفز بالمضلات لانه اختار اسوأ نوع من انواع المضلات الاربع اللي يعطوه اياه فكانوا يعتقدون انه لو كان كينث هو دي بي كوبر فراح يختار احسن المضلات من المضلات اللي يعطوه اياه ما راح يختار الاسوأ لانه شخص خبير وايضا لو كان دي بي كوبر خبير ما كان قفز في الجو والمكان اللي قفز فيه فهذا الشي خلاهم يستبعدون كينث كمتهم المتهم الرابع والاخير اللي راح نشوفه هو متهم عجيب جدا المتهم هذا اسمه روبرت راكسترو ولازال عايش ليومنا هذا هذا الرجل كان طيار هلكبتر وشارك في حرب فيتنام وعنده تدريب في المتفجرات والقفز بالمضلات وفوق هذا تم طرده من الجيش بسبب كذبة وتصرفاته قبل فترة بسيطة من حادثة اختطاف الطيارة فيعني عنده سبب الارتكاب الجريمة لانه ما كان عنده شغل وكان ممكن انه يريد ينتقم وفوق هذا لما الصحفيين او الكتاب يروحوا له ويسألونه هل انت دي بي كوبر ما يروحوا ينفي يقعد يقولهم يمكن يمكن من يدري وفوق هذا في احده من الوثائقيات اللي ظهر فيها قال بالحرف الواحد انا على الاغلب واحد من القلة اللي يقدرون يقفلون القضية هذه فكان رجل غريب جدا وعنده تصريحات اغرب طبعا ما قدروا يثبتون التهمة عليه وفي النهاية الـ FBI اقفلوا ملفه واقفلوا التحقيق في القضية بشكل رسمي سنة 2016 وخلاص ما صارت القضية هذه فعالة نهائيا وما في حد قاعد يسعى ان يثبت على صاحبنا روبرت هذا اي اتهامات طبعا للحين شفنا اربع متهمين في القضية هذه لكن طبعا مثل ما قلت لكم في كثير من المتهمين الرئيسيين غير هذي له بس ما راح نخلص لو قاعدت اعددهم واحد ورى الثاني فخلونا الحين نروح للنظرية اللي انا شخصيا ادعمها واعتقد ان هذا اللي صار فعلا النظرية هذه تبناها واحد من كبار محققين الف بي اي في سنة 2007 المحقق هذا كان اسمه لاري كار النظرية تقول ان ديبي كوبر ما نجى من القفزة اللي قفزها مثل ما قلنا الف بي اي اعتقدوا في البداية ان ديبي كوبر كان مظلي محترف لكن في الواقع تبين بعدين ان على الاغلب كان شخص مبتدئ خاصة لان اختار نوع المظلات الاسوأ من المظلات الاربع اللي اعطوا اياها ولو كان محترف كان راح يعرف ان المظلات الثانية اللي تركها كانت احسن من المظلات اللي اخذها وفوق هذا هو قفز في ظروف ما في مظلي محترف او عاقل راح يقفز خلالها فصارت عند الاف بي اي قناعة ان كوبر كان مظلي سيء او مبتدئ الجو كان ظلام تماما لما قفز كوبر من الطيارة المطر كان شديد والريح كانت اشد وفوق هذا كان لابس جاكيت مطر ثقيل وايضا شال معا حقيبة الفلوس اللي وزنها يوصل لعشرة كيلو جرام طبعا المشكلة في نظرية ان دي بي كوبر مات هي انهم ما حصلوا اي اثر له او لجثته او اي شي دل عليه وهذه مشكلة كبيرة في النظرية هذه كيف مات واختفى بدون اي اثر رغم كل العمليات البحث المكثفة يعني السلطات والاف بي اي مشهطوا المنطقة اللي يقفز فوقها من كل الاتجاهات وعلى نطاق واسع جدا المفروض انه مستحيل يموت وما يحصلوا لأي اثر لكن في الواقع هذه النظرية تم دعمها من قبل رزم الفلوس اللي حصلوها في منطقة بعيدة نسبيا من الغابة اللي قفز فوقها كوبر مثل ما قلتلكم قبل عن الرزم هذه على الاغلب ان النهر هو اللي حملها للمنطقة اللي انتهت فيها السؤال ليش؟ ليش ما في ولا اي فلوس من الفلوس اللي اخذها كوبر ظهرت غير هذه الرزم الثلاثة مجرد 5800 دولار يعني لا زال باقي حوالي 194 الف دولار وهذه الفلوس ما تم استخدامها في اي مكان ولا تم ايجادها ابدا النظرية تقولنا في الواقع كل الفلوس اللي اخذها كوبر طاحت في النهر والحقيبة كاملة واللي كانت تحتوي على الميتين الف دولار تم جرفها عن طريق النهر يعني لو تفكرون فيها ثلاث رزم من فصلة وصلت على الضفة هذه كيف سافرت هذه الرزم مع بعضها وهي من فصلة ووصلت للمكان اللي بعيد هذا الجواب الوحيد هو اكيد ان هذه الرزم الثلاث كانت موجودة في حقيبة الفلوس مع الرزم الاخرى وان الحقيبة اللي اوصلتهم لهذا المكان وعلى الاغلب ان الرزم هذه طلعت من الحقيبة بالصدفة عند الموقع هذا والحقيبة واصلت طريقها في النهر طبعا النهر هذا كان نهر كبير جدا يعبر من خلال الغابة اللي قفز فوقها كوبر وتذكرون لما قلت لكم ان كوبر اختار النوع الاسوأ من المظلات المظلات اللي اختارها كوبر كان من النوع الغير قابل للتحكم فيه يعني تفتحها وبس والريح تاخذك وين ما تهب ما تقدر تعدل اتجاهها مثل المظلات الاحسن اللي تركها كوبر في الطيارة فالاحتمال الهني ان كوبر في الواقع ما قدر يتحكم بالمظلة وطاح في النهر وغرق والنهر سحبه ومعه حقيبة الفلوس والحقيبة اللي كانت تحتوي على القنبلة وكل شي كان موجود معاه النهر هذا يعتبر نهر تياراته سريعة جدا وفي ذاك الوقت بعد كان الماي بارد جدا يعني يوصل لدرجة التجمد ولو فعلا كوبر طاح فيه فاحتمال نجاته شبه معدومة خاصة مع الاشياء اللي كان شالنها من مظلات وحقائب واشياء ثانية وقوع دي بي كوبر في النهر راح يفسر عدم عثور الـ FBI على اي اثر له رغم بحثهم الشديد وتمشيطهم للمنطقة كلها النهر هذا بعد ما يمشي لمسافة يلتقي بنهر اكبر منه اسمه نهر كولومبيا وهذا النهر يصب في النهاية في المحيط الهادي يعني جسد دي بي كوبر وكل الاشياء اللي كانت معاه احتمال كبير انها حاليا موجودة في قاع المحيط الهادي وانا عن نفسي هذه النظرية اللي اعتقد انها اصح نظرية تفسر اللي صار له نقطة سريعة قبل ما نختم الفيديو اذا تذكرون ربطة العنق اللي تركها كوبر وراه في الطيارة هذه الربطة لما تقدمت التقنية وصار فيه تحليل الـ DNA او الحمض النووي والمواد الكيميائية راحوا فحصوها وحصلوا عليها مواد كيميائية نادرة بالعادة ما تستخدم غير في مصانع شركة بوينغ واللي هي شركة تصنيع الطيارات واللي صنعت الطيارة اللي اختطفها كوبر هذا الشي قد يكون اشارة الى ان كوبر كان عامل من العمال اللي يشتغلون في مصانع شركة بوينغ لكن بشكل عام هذا الشي ما قاد الى دليل واضح ممكن يكشف عن هوية دي بي كوبر الحقيقية في نهاية الامر راح يظل اختفاء دي بي كوبر قصة محيرة وغامضة جدا ومثل ما قلت لكم الـ FBI فقدوا كل امل من التحقيق فيها واغلاقوا القضية بشكل رسمي في سنة 2016 يعني بعد 45 سنة القضية جدا جدا ضخمة واللي مرينا عليها في هالفيديو مايتجاوز الا جزء بسيط منها واهم النقاط اللي فيها يعني بس طبعا ما نقدر نقعد نفصل فيها اكثر من كذا هذا الفيديو اعتقد من اكبر الفيديوهات اللي سويتها في القناة اذا ما كان اكبرها اتمنى اشوف اراءكم وتعليقاتكم تحت خبرونا شو اللي تعتقدون صار اللي دي بي كوبر بعد ما قفز من الطيارة وطبعا قبل ما اروح لا تنسون تضغطون على زر اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس وايضا شوفوا المقاطع السامقة اللي ظاهرة قدامكم شكرا لكم على المتابعة اشوفكم في المقطع الجاي ومع السلامة